مرحبا اهلا وسلام طبعين العزائي بحلقة زيودة واليوم راح ناخد خمس جمال العلاقة بقيادة السيارة يعني مثلا انت لو حبيت تعمل دورة في مدرسة الى قيادة السيارة شو هي الجمل اللي ممكن تسمع من مدربك طبعا قبل ما ابدأ بالحلقة بس بحب اشكر متابعنا ضياء الدين اللي هو اقترحها الحلقة واقترحها دورة الجمال شغلة تاني كمان بحب اوضحها واللي هي عبتدين كتير اقتراحات من حضراتكم لمواضيع كتير مهمة وكتير حلوة حتى واحد يعمل عنا حلقات لكن ما الاسف غالب هاي المواضيع ما بكون عندي فيها خبرة مليحة يعني على سبيل المثال شو هي المحادثة الممكن تصير بين مدير الحضانة او مدير المدرسة مع ولي الامر او مثلا شو هي المحادثة الممكن تصير بين مصدف البنك وشخص حيب يفتح حساب البنك صراحة هالمواضيع ما بكون عندي فيها خبرة يعني حتى بالعربي فمشان هيك اللي عنده موضوع او عنده اقتراح وحيب بياخد عنه جمل فتمنى انه يحضر عشر جمل على الاقل بالعربي طبعا وبعتلي اياهون بحيث انه نلاقي المقابل لهدول الجمل بنلوان الناروجية ونعمل عنه نحلقه وهذا ما راح اطول كتير خلونا نبدأ بحلقتنا طبعا قبل ما ناخد ولا جملة بس فيه ثلاث كلمات حيب اوضحهن هنا كتير ضروريات اثنان ما احنا نتعلم قيادة السيارة الكلمة الاولى باللي هي فوربوت واللي هي معناته مملوء فوربوت طبعا هوم نلاحظ انه حرف د ما من اللفظه نرفض فقط حرف ت الكلمة التانية واللي هي لوفلي واللي هي معناته مسموح هلا المعنى الحرفي لهي الكلمة هو قانونيا تمام او قانوني ولكن بيستعملوها بمعنى انه مسموح الكلمة التانية واللي هي ولي هي معناته الافضلية الجملة اللي راح نتعلمها هلا واللي هي لو استازك حاب بيقلك مسلا انه الافضلية اللي جايين من الطرف التاني تمام يعني جايين من الطرف المقابل الهم الافضلية طبعا الحرف D باخر كلمة كمنة بشكل عام ما يبدو لتفز لكن ممكن تلاقوا بعض اللهجات اللي يلفزوه يعني يقولوا كمنة مثلا ولكن بشكل عام نقول كمنة الدمنا اللي بعدها لو استاذك حاب يقلك انه هلا رح تدخلوا على منطقة وهي المنطقة السرعة فيها هي فقط 30 تمام ما بسترتمشوا اكتر من 30 كلمتر بالساعة فبيقول لك الجملة البعدها واللي هي اذا استاذك قال لك تجاوز السيارة اللي قدامك يعني بمعنى اخر دو بلا تمام فبيقول لك أما اذا كنتوا بمنطقة ممنوع التجاوز فيها وحب استاذك قال لك انه ممنوع التجاوز هون فبيقول لك فور بوت فور بي شورينغ فور بوت فور بي شورينغ هيك ان شاء الله مكون خلصنا حلقتنا اليوم ما رح ناخد جمل كتير من شاماتكم الحلقة كتير طويلة الحلقة الجاي كمان رح ناخد فيها جمل عن قيادة السيارة شوفكم الحلقة الجاي ان شاء الله مع السلامة يمكنكم متابعين الاعزاء مشاهدة كافة فيديوهاتنا السابقة عبر قناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة